موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبايبي؟ طلاب الصف التاسع اليوم إن شاء الله سنأخذ الدرس الأول التجزية السياسية كثير سهيرة كثير بسيط يلا نأخذ نفس نهدى ونسترخي ويلا خلينا نبليش في الدرس إيش يعني تجزئة سياسية؟ يعني إن الأرض هاي شيفة هاي الأرض مش مقسمة قسموها إيه؟ سياسيا يعني هون فلسطين هون مصر هون الجزائر هذا تقسيم واضح هاي التجزئة السياسية باختصار إذن يقصد بالتجزئة السياسية تقسيم الوطن العربي وتفتيته لعدة الدول وحدات سياسية بينها حدود مصطنعة لا تستند لمعالم ترسيم الحدود بين الدول هذا تعرض له الوضن العربي بفعل موقع الجغراف المهم بين قارات العالم الثلاث آسيا وافريقيا وأوروبا ومشراف على مسطحات ومضايق بحرية مهمة بالإطافة لفشو غناب الموارد الطبيعية والاقتصادية إلى العديد من المؤامرات الاستعمارية التي رسخت شعار فرق تسود قسم بموجبها هاي المؤامرات لـ 22 دولة كدادة الدول الوطن العربي 22 موزع لها جنحي الوطن العربي الآسيوي والأفريقي وتتفاوت في مساحاتها وشكلها ونظام الحكوم فيها للأمثلة على المؤامرات الاستعمارية اللي هي سايكيس بيكو عام 16 اللي جزة بلاد الشام والعراق وبيلفور في السبعة عشر اللي هو تبع اليهود وسان ريمو اللي هو عام 1920 اللي حط فلسطين والأردن تحت الانتداب البريطاني وسوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي وما انه حققت هاي المؤامرات نتاج مرر على الوطن العربي وعلى مسيرته التاريخية فان العقد الماضي شاهد تدبير مؤامرات تجزئة جديدة ايضا استهدفت الدولة بالتفتيت والتقسيم لدولات صغيرة بس وعي ابناءه لأهداف الاستعمار استعدادهم للدفاع عن الوطن العربي كافة وفضح سليبه عبر الوسائل المتاحة وقف عاقمها السياسات المبرمجة واثفشها العدد من برامجها وتطلعاتها مثل سوريا تقريبا جزئوها ايضا اتدمروها زي ما بيحكوا اثار التجزئة السياسية طيب يوم ما بصير فيه تجزئة سياسية شو بيصير؟ طلع الاثار المادية اول ايش جوازات الصبر صابتك تسافر من هاي لالورطن تدفع لك الف شيء كلك تقيس على هون بس والاحلام والعملات الدول العربية وتبديل ثرواتها والانفاق العسكر الكبير كل واحد صار بيدو جيش مشان شو يحمي حاله والباقي ما بيهتم فيه وأيضا العجز عن مواجهة الأخطار والكوارفة الطبيعية الأثار المعنوية هاي أشد وقع من المادية تعصب للهوية الوطنية حسب الانتماء الواسع للأمة العربية ورسالتها السامية ظهور الخلافات بين الدول والاستقواء الأجنبي والضعف في مختلف المجالات غياب الديمقراطية وهجرة الكفاءات الألمية وانتهاك حقوق الإنسان شو إجراءات الاحتلال الصهيوني في فلسطين الاحتلال الصهيوني يمارس مجموعة من الإجراءات تتهدف إلى ضم الأرض وتهويدها من خلال أي بدي يضم القدس ويبدي يفصلها عن محيطها العربي ويطبق القانون عليها ويبني المستعمرات الاستلطانية ويصادر الأراضي وبرضا الحواجز العسكرية وشق الطرق الالتفافية والاجتياحات المتكررة للأراضي الفلسطينية زي في عام الالفين ويضل بناء جدار الضم والتوسع العنصر عشان يمنع عمليات المقاومة والانسحاب وحادي الجانب من قطاع غزة عام الالفين وخمسة المواقف العربية تجاه التجزئة السياسية شو كانت ردد الدول العربية تجاه التجزئة؟ هاي شعار جامعة الدول العربية طبعا كلها شعارات فاضية ليس لها معنى هون نجد نطلع العرب أدرك إنما يحاك لوهم ولوطنهم وأمرات أجنبية طيب ما في خلاص إلا بالوحدة فعشان هيك سووا جامعة الدول العربية شو جامعة الدول العربية؟ منظمة إقليمية بمقتضى ميثاق جامعة الدول العربية وقع عام الـ 45 بتحقيق الوحدة العربية والمحافظة على استقلالها السياسي دعم القومية العربية وتحقيق التعاون المشترك بينهما طبعا هذا كله حكي وعلى الرغم إنه جامعة الدول العربية يعني أظهرت الحاجة المتمثلة في تحرر والاستقلال وتحقيق أمال الشعوب العربية إلا أنها لم تحقق تطلعات شعوبها إيش؟ اللي هو أبرز جوانب الضعف والقصور في ميثاقها يعني فيه كثير أسهل عليها طيب في الجامعة الدول العربية الواحد يحكي إنه دعم في قضية الفلسطينية في المحافظة الدولية منذ عام الـ 45 مؤكدة في ذلك حق الشعب الفلسطيني في اقتقرير مصيره ولا لن يتحقق إلا بحل عادل في الداخل والشتاء للشعب الفلسطيني بحق العودة والتعويض وإقامة الدولة الفلسطينية على تراب الوطن وعاصمتها القدس كما أولى مدينة القدس تراث الحضاري اهتمام خاص لإحمايته من أخطار الطمس والتهويد سجلت إرث حضاري عالمي على قائمة تراث الإنسان المهدد بالأخطار في منظمات اليونسكو لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة وشكلت وحدة بين مصر وسوريا في دولة وحدة لجمهورية العربية المتحدة بس أيضا ما دامت لفترة قصيرة وانفصلت واتحاد الإمارات العربية المتحدة تضم سبع إمارات وزال مجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي عام 1989 أختبر نفسي أنقل إلى دفتري ونحط دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة قد يعد الدول ووطن العربي 22 دولة طبعا هذه الإجابات 22 دولة كم تبلغ مساعة الأراضي الفلسطينية لصيد العيه الاحتلال الصيوني هي بعد نكبة عام 48 اللي هي 78% 78% ما الصفة التي تطلق على جامعة الدول العربية؟ منها إيش يا حلوين؟ إقليمية شو هي إقليمية؟ بتوغذ الأقاليم طيب هون ما اسم الوحدة التي تشكلت بين مصر وسوريا عام 58 التوقع جمهورية العربية المتحدة؟ نعم بهذا الشكل أعرف مفهوم التجزئة السياسية ما هي التجزئة السياسية؟ ثواني بس هون مش موجود التجزئة السياسية طيب اختصار شو هي التجزئة السياسية؟ إنها تجزئ الوطن وتفتت إلى دوا تفصل بينها حدود إصطناعية هاي هي تعريف التجزئة السياسية طيب لو بدنا نطلقوا يا هون هيا هون هتحملوني هاي تقسيم الوطن العربي تفتيته لعدة الدول تفصل بينها حدود مصطنعة ما تستند لما عالم ترسيم الحدود بين الدول هاي هي التجزئة السياسية طيب وبين الآثار اللي ترتبت على التجزئة السياسية التجزئة الوطن العربي وتفتيته تقسيم الوطن لتين وعشرين دولة ما بين آسيا وأفريقيا وهذا سوى ضياع الوحدة العربية ضعف الوطن العربي وسولت السيطرة عليه ومشوب نزاعات بين الدول ومشاكل حدودية اذكر ثلاث من الإجراءات التي يمارسها الاحتلال في فلسطين بهدف تحويتها شو بيسوي الاحتلال عنه؟ اللي هي فصل القدس عن محيطها العربي تطبيق القانون الصهيوني إقامة المستوطنات بناء جدار الضم والتوسع العنصري أغطي أمثلة على تجارب وحدوية عربية تعبر عن المواقف العربية اتجاه التجزئة السياسية يعني مواقف وهي جامعة الدول العربية طيب هذا السؤال اللي هي هي توثيق العلاقات بين الدول العربية وتحقيق التعاون العربي ومساعدة الدول العربية في وصولها الاستقلال وتمثيل الدول العربية في مختلف المحافل هذا هو إيش تجاه التجزئة السياسية أو ممكن نقول عن سوريا يعني هنا يعني هاي سوريا تجارب وحدوية مصر مصر وسوريا عندك على سبيل المثال جامعة الدول العربية ونقش الأداف تستطيع من أجلها جامعة الدول العربية حكينا من قبل شوي ووضح دور جامعة الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية طيب هنا أيضا برضا مش موجود الآن منطل الكياه منه هيا كيف دعمتها طلع أول إشي حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره كيف يعني إنه هاي أول إشي حق العودة وقامت الدولة الفلسطينية على ترابو وعاصمتها القدس وإنه إيش الأولة مدينة القدس تراث الحضار اهتمام خاص لحمايته من الطمس وسجلت إيث إرث عالمي حضاري على قائمة التراث الإنساني هذا هو الجواب إيه بهاي الطريقة هيك دعمت القضية الفلسطينية سامحوني على الأسئلة مشكلة الموجودة بس هيه هون لتابع معني أنا بقدر يجوابهم إيه منشوف كيف